السلام عليكم اخباركم ايه منوارين معايا دايما معايا ان شاء الله ودايما مع بعض طيب مبارح للاسف كان تعملت فيديو هنا في الفيديو الاولاني اخر اربع خمس دقيق كان فيه مشكلة في الصوت انا مكنتش اعرف للاسف وانا بعتذر لكل يعني اللي تابعه مبارح وان شاء الله لا يتكرر مثل هذا الموقف مرة اخرى زي ما قلتلكو قبل كده ومستمر في هذا الكلام انه نادي الزمالك واسريو الكم يوم الاجازة او كام يوم ما فيش فيهم المباريات هيكون هدف الراجل الاساسي والاصلي هو الموسم الجديد وايه اللي هيعمله في الموسم الجديد دي حاجة يعني مؤكدة والجلسات على قدم وصاق والمناقشات على قدم وصاق في نادي الزمالك عشان الموسم الجديد عشان الموسم الجديد طب هو الموسم الجديد هي في الحاجة عن الموسم القديم الزمالية في القنفودرالية يعني ده الاول فرق وانه ادارة الزمالك مفيش ممالعة في فكرة انه الكنفودرالية ليه؟ بتعارفين بالزبط كده زي اللي حصل ايام جروس اما خدنا البطولة الكنفودرالية الزمالكة مستوى ارتفع جدا وعلي لغاية الازمة الشهيرة قبل مطش الاهلي بالكلام عن مصير مرضى منصور وعندين رحيله تمام؟ ثم استمرنا بهذه قوة الدفع بتاعتكم الفودرالية خدنا السوبر افريقي وخدنا الدوري المسلمين ورا بعض والكاس وواواوا فالزمالك دلوقتي بيلعمل او بيشتغل عليه انه دي بطولة نرطب بيها الجرح اللي هو المستوى السيء جدا للزمالك الموسم ده وعشان كده قلتلكم بارح وبكرر وهزيد انه الزمالك حاطت هدف اساسي التمانية واربعين ساعة الاسبوع ده في حل مشكلة شيكابالا وحل المشكلة بشكل جزري بتاعت سبورت انجليش بول عشان هما الزمالك بيشتغلوا على افريقيا والدوري وده وجهة نظر حسب مفهمت والله لا اعلم يعني حك وجهة نظر اللجنة الفنية انه الزمالك المشاركة الافريقية دي تفري معا انه مهما كان مستوى الزمالك هيبقى افضل من المجموعة اللي جاية الكنفودرالية او اللي هتبقى خارجة من دور الابطال ومنسما ذاك يملك فرصة انه يتحرك لقدامه ويستعيد جزء من رونقوة وكبرياءه الافريقي فلا مانع في المشاكلة الافريقية بيكون فدرالية وكمان الموسم الجاي الكنفودرالية نفسها القيمة المالية بتاعتها غلقت وبقى في حوالي ثلاثة مليون او حاجة كده يعني للفائز فمرضو دي محاولة وفي نفس وقت البطولة العربية اللي الكلام دلوقتي على اتجاه لتأجيلها اسبوع او عشرة ايام من بدايتها بدل يوم عشرين تبقى تبدأ يوم تلاتين او سبعة وعشرين او يوم تلاتين يوليو عشان المشاركات وده يفتح حاجة مهمة اوي ان ده الزمالك يقدر دلوقتي فتح باب القيد طالما زيك هنا عن مباراته بعد يوم خمسة وعشرين يبقى فتح باب القيد هيكون حصل في الدوري ويقدر زيك يقيدهم ان شاء الله بالتعاون والاتفاق مع البطولة العربية او اللجنة المنظفة العربية فان شاء الله مباش في المشكلة وهذه رقم يجيلك لو انت وصلت للنهائي هتاخد ستة مليون او اربعة مليون بايد لو الفوز او طب لو قدر يخسر هتاخد رقم فباع الكونفوترية فتقدر تعمل الجزء اللي تبني عليه بعد كده ان انت تبني بقى واحد او اتنين تجيبهم بياخدوا فلوس كويسة بناءة على انت بتاخد بطولات وبيجيلك ارباح فتقدر تعمل ده ده جزء من الافكار المتدولة يعني لكن فيه حاجة هم قرروه ولا بصراحة مؤيدها تماما لأنا بحبه بشكل عام اتنين لانه هو عينه حلوة وانا شايف انه عينه حلوة للاختيارات واسمه برضو ما بيبدأ يتفاوض مختلف خصوصا مع العباء اجانب ايه القصة؟ الاتجاه دلوقتي في ادارة الزمالك والكرة بالذات ان يبقى ملف اللعيب الاجانب واختيار اللعيب الاجانب الموسم اللي جاي هي اختيارات احمد حسان ميدو وهنا يتحمل المسئولية تماما عنها بمعنى انه هو لو زاد جاب 3 او 4 لعيبة مخترفين وباختيارات ميدو ومفاوضات ميدو فميدو سوف يتحمل امام جمهور الزمالك نجاحهم او فشانهم من هنا قال لك خلاص يبقى ميدو يبقى يشوف الملف ده ويمشي فيه ويبقى هو الراجل اوسيريو يحدد المراكز وميدو يعرض عليه الاسماء ويبدأ بعديها بعد الموافقات يبدأ يشتغل ميدو في المفاوضات مع العيب فمقول لكم دي فكرة كويسة ميدو اسم كبير العيب يضع الفارقة عارفينه كويس فما يبدأ يكلمهم بخطبهم يعني ويتكلم معهم ويشرح لهم الافكار بتاع النادي والفترة الجاية النادي يعمل ايه والمستقبل وكذا 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 فبالتالي اختيار ميدو اختيار موافق ومهمة جديدة لميدو من ضمن المهام وهو راجل الامانة يعني حسب حواراتي اللي انا فهمتها يعني في الكلام مع الناس انه راجل بيقوم بمحبة دون مقابل مالي ورغبة في النجاح ورغبة في مساعدة الزمالك في الفترة اللي جاية يشكر ولازم نشكره كل حقيقة انه اخواتنا الاهلوية الاعزاء يعني بيعملوا مقارنة غريبة او الاوس وغير مفهومة يعني المقارنة دايما بتبقى حاجات شبه بعض تمام؟ واحد زي بيطلع خمس اختلافات كده لكن ما ينفعش تجيب حد هناك وحد هنا يعني اما تيجي تعمل في نقول لك الفرق بين صورة عرابي وصورة 23 يوليش فيه فرق او مصطفى كامل فيه حاجة لكن ما ينفعش مثلا تيجي تقول لي التزعلان ليه على عدم ايقاف كهرباء ويه بتطالب بعدم ايقاف شيكابالة ايه مش فاهب ايقاف شيكابالة ايه اه ده انهم بيتكلموا على انه الزمالك وايقاف القيد بتاعه الخاص بوضوع شيكابالة وسبورتنج ايه معالة انه شيكابالة كان ممكن نتعاقب عدر وبل قعد من الفين وخمستاشر الزمالك بفيه قضايا وا 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 عكس الكهرباء طب بصي بقى شاب بس نبقى واضحين شيكابالة لم يخطئ شيكابالة لم يخطئ اللي اخطئ في قصة شيكابالة هو نادي الزمالك ادارته اللي ما دفعتش الفلوس انها راح تشتريت لاعب وما دفعتش الفلوس هنا العقوبة على النادي مش على اللاعب يعني شيكابالة يلعب وعادي جدا وما فيش اي مانع واتحد الدولي مع اللعيبة وانها تشارك كل ده ما فيوش اي مانع خلاص طب تيجي عند الكهرباء كهرباء اخطئ كهرباء هرب كهرباء رفض ينفذ عقده ومش بس كده تم استنفاذ كل اوجه التقاضي في الاتحاد الدولي والمحكمة الرياضية وعوقب مرة وتوقف ستة شهور ومهندت بايقاف ستة شهور وحاليا يعني حسب كلام معتز الشام صديقنا العزيز ومتخصص قوي يعني في موضوع كهرباء ويعني ومندمج جدا فيه بيقول انه لو الزمانك بعد خطاب يوقف الكهرباء على طول دي قص هل ادرسك هتعملها لا لا الله أعلم بس لا هتعملها هل بقى بالاختار يتم اللي لازم يعملوا وقاعدة وجلسة ويشوف وبتاع الله وقال وقاعدة لكن انا وجد نظري انه كهرباء هيشارك في مبارات الوداة يعني لكنا انا اتكلم على المقارنة مقارنة لا معنى لها ولا اي يوجد اي اوجه تشابه بين مشكلة شيكابالا وسبورتنج ومشكلة كهرباء مع الزمالك هنا سبورتنج الزمالك اللي غلط والناحية التانية الكهرباء اللي اخطأ نادي اخطأ مرة في واحدة بتاعت شيكابالا النادي والتانية اللي اخطأ فيها اللعب عقوبة اللعب واضح ويقاف كهرباء قادم اذا لم يدفع ايا كان بقى هيدفع النهاردة هيدفع بكرة لكن طول ما هو لم يدفع هيوقف بس انا مش فارق معايا دلوقتي فكرة انه هيتأخر شهر ما هيتأخر شهر اثنين مش فرقة خلاص لكن الاهم انه لو ما دفعش سي يتم ايقاف لا جدالة في هذا مو مناسبة المباراة النهائية اللي بين النادي الاهلي والوداد في ااا اضر بيضاء كذا بلاج اا مدينة جميلة اوش يعني اللي مرحاش يعني اا مش مسعيد او مش محظوظ بلاج جميلة جدا وفي حاجات كده على المحيط رائعة المهم بعيدة عندي وبالنسبة انا انا رحت كذا بلانكا مع الاهلي لا راعدش مع الزمالك راحت كذا بلانكا وقعدت اسبوع مع النادي الاهلي في 2011 وكنت قاعد مقيم انا صحفي الوحيد اللي كنت مقيم في في فندق الاقامة بتاع النادي الاهلي كان ايمان والجزاء والآل يتعادل واحد واحد لو تفتكروا وكنت في الدور نفسه بتاع اللعيبة وكان وصل ابو تريكا واقي الجمعة على طول عديل في المرات بيرو كرؤون وحاجات زي كده تمام فالمدينة جميلة يعني وما بيعودوا فندق معين ما عرفش مغيرو ولا لأ المرات طيب ايه اللي ياخدنا دا ياخدنا ان انا شفت عاجات كده على تويتر من بعض الاصدقاء بيتكلموا على ايه النادي الاهلي شفت بقى النادي الاهلي مش مدعم ازاي من الدولة المصري يعني ايه مش فاهم ليه قصد فيه فيديو ماشي كده على تويتر وعلى السفيس انه بعض من جهور الويداد بيعمل ايه مشكلة ايه 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 المنع ايه ايه ممنوع ايه ممنوع من الموضوع لكن لاحظوا احساس الاضطهاد جمهور النادي الاهلي يشعر انه مضطهد وان الدولة في مصر تنتهدوا تنتهدوا يا راجل يا راجل ازاي ده تعليقات كلها اه شوف الدول شوفوا ازاي وقفين جنبهم شوفوا ده عموز ايه عشان ثلاث مجموعة عشين واحد داخلوا يعملوا العلام بتاعتهم بقى تدعيم طب ما بتروحش ليه وبعدين هل اخواتنا المغاربة المشاجعين للويداد بيعملوا الشعراء بتاعتهم بيشتموا الدولة بيشتموا مسؤولين هناك لا كيفوا في الكورة انت بتكاهف في الكورة انت بتوجه رسالة في الكورة انت اخر مرة مثلا الفاكرة يعني اما شتمته الزمالك عشان انجليزه مش عارف ايه يعني ايا كان فالموضوع فيه اضطهاد 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 الاربع مرات النهائي خد منهم اتنين فين الانتهاد افريقيا ومصر والعالم ووقفين منعين الاهلي وعزيها يعملوا مهمة جدا انه هو يعلق على مطش اللي جاء ليه هو كانت بي ان بتجيب في الزهاب والعاودة نفس المعلق جبتوها منين وهي جمالك رقوف خلاف اللي هو كان اساسا بيعلق المطش بتاع المترجه تمام لكن ضمن ضمن بطرات الزائفة يا جمهور الاهلي جامل كنتم من ساعتين من ساعتين تتكلموا على الانضطهاد دلوقت ما بقى رقوف خلاف شفتوا قوة جمهور الناد الاعلي خلهم مبعدوا ازاي اخونا عصام الشوالي واحد عصام الشوالي وهو يعني معلق لم يعد معلقا يعني من الفرز الاول لكنه بيقول كلام طول الوقت لمشاعر الجماهير وبيعمل ساجع وبيعمل لقطات زي القضية ممكن زي عالبود عالحدود يعني هو بيعمل الحالة دي والجمهور بيجرؤ وبعدين هو قال وصف الحالة الكرة في مصر اللي ساب فيها النادي الاهلي يعني انه النادي متدلع ما معناه يعني متدلع وعنده ست موراة فرق ولكن فريق الوداد بيشتغل وبيلعب هنا وبيلعب هنا وبيسافر والدنيا ماشية تمام في الدورش وبينافس كمان لكن النادي الاهلي مرتاح متهني على الحجر ده المعنى يعني حانوا على الحجر ومع ذلك بيحسوا بالانتهاء وانا قلت بكده ان النادي الاهلي دلوعت لاتحاد المصر كرة القدر وما زلت عن ضرقش وهيستمر الدلع ده الى ما لا نهاية ليه؟ ما حد يقول لي ليه هناك كده يا اخي انت مش عارف ليه؟ مش عارف ليه؟ هقولك بعدين ليه؟ لكن يعني اتمنى يعني في اللي جاي ان الامور تبقى اكثر هدوءا ورقيا اكثر من كده ما بين الطاض وبطولة زائفة كيف هذا ولماذا؟ يلا بينا السلام عليكم